اشتركوا في القناة من أجل دعم ومساعدة مترشحنا الرفيق يوسف أوشيش وذلك للانتخاب عليه يوم 7 سبتمبر 2024 إلى أحيانا ربي أولاً أود أن أذكركم بأن اختيار الرفيق يوسف أوشيش كمترشح عن حزب الآفاف لرئاسيات المقبلة كان عبر التعبير الحر للمناظلين خلال المؤتمر الاستثنائي وكان ذلك في إطار استقلالية تامة بدون أي تأثير إخواني أخواتي يقترح عليكم الرفيق يوسف أوشيش في برنامجه الرئاسي التغيير الجذري الشفاف السلمي والسلمي للنظام وذلك بإحداث التغييرات في كل الميادين وخاصة منها أولاً السياسية الشروع في الإصلاحات الجذرية المؤسساتية منها الدستورية والشريعية من أجل بناء دولة القانون والحقوق والحريات تتركز على مؤسسات قوية متمتعة بمصداقية تامة التجسيد الفعلي للإرادة الشعبية وذلك بإعادة الاعتبار لفكرة الشعب كعنصر من عناصر الدولة وجعله المصدر الوحيد للسلطة وإشراكه في اتخاذ القرارات الهامة في البلاد العمل على ضمان حرية التعبير التنظيم والبناء الاجتماعي للشعب والعمل على ضمان بصفة فعلية الحريات السياسية النقابية والجمعوية دون أي قيد أو مضايقات فيما يخص الشؤون الاقتصادية يهدف برنامج مترشحنا الرفيق يوسف أوشيش إلى إخراج البلاد بلادنا العزيزة من اقتصاد الريع والاعتماد حصرياً على قطاع المحروقات حيث لا يضمن استقرار الاقتصاد الوطني ووضع حد لتهريب رؤوس الأموال والعملة الصعبة والقضاء على العصابات التي نهبت ثروات البلاد تنويع الاقتصاد بتطوير الصناعة الفلاحة والسياحة وذلك بوضع حيز التنفيذ ترصانة قانونية فيما يخص الاستثمار تطهير العقار الصناعي وتشجيع الاستثمار حيث هذا ما يسمح بخلق الثروات والشغل وما يحقق تحسين المستوى المعيشي للجزائرين والزائريات إعادة النظر في قطاع الصحة والتربية ترشيد النفقات دون المساس بالمكاسب خاصة المجانية منها ومراجعة السياسة المنتهجة فيما يخص السنكنات الوظيفية للمحالين على التقاعد فيما يخص قطاع العدالة إجراء تغييرات وإصلاحات جدرية في قطاع العدالة من أجل ضمان استقلاليته والقضاء على عدالة التليفون وذلك لضمان أحسن الظروف المهنية المادية والمعنوية منها للقضاء أثناء ممارسة مهامهم حيث لاحظنا في السنوات الماضية إخراج العدالة من مهامها النبيلة وجعلها في خدمة أشخاص اقترفوا اعتداءات صارخة هددت حتى كيان الدولة بأكملها إخواني أخواتي إن الحصانة التي بلادنا اليوم هي في حاجة ماسة إليها لا تتحقق بالشعارات فقط بل بدموقراطة المؤسسات وإشراك الجميع وفتح المجال السياسي المجالين السياسي والإعلامي إخواني الجزائرين إخواتي الجزائريات اسمحوا لي أن ألتمس منكم التصويت على مترشحنا للرئاسية المقبلة الرفيق يوسف أوشيش الذي هو شاب طرارع وتربى وناضل في الحزب لمدة تتجاوز أكثر من عشريتين أخيرا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تحية الجزائر واحدة موحدة وشكرا لكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر